قام سعدت الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بزيارة تفقدية إلى مواقع إنشاء عدد من المدارس الحكومية الجديدة التي يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ومن المؤمل أن تستلمها وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي الجديد 2016-2017 وأكد الوزير أن هذه المشاريع الإنشائية الجديدة تمثل أحد أوجه الدعم منقطع النظير من قبل القيادة الحكيمة يحفظها الله ويرعاها لقطاع التعليم حرصا منها على توفير المزيد من الخدمات التعليمية للمواطنين في مختلف المحافظات وتوفير المقعد الدراسي لجميع الطلبة وتقريب الخدمات التعليمية من مناطق سكنهم مشيرا إلى أن تصميم هذه المجموعة من المدارس جاء وفقا للمواصفات العالمية بما يتماشى مع متطلبات المشاريع التطويرية التي تنفذها الوزارة في الوقت الحالي ولا سيما مشروع تحسين أداء المدارس ومشروع التمكين الرقمي في التعليم وأضاف أن النموذج الجديد للمدارس الحكومية يمثل نقلة نوعية في مستوى المؤسسات المدرسية على امتداد تاريخ التعليم في البحرين ويأتي مواكبا للخطط الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم الرامية للنهوض بجودة التعليم الحكومي إلى أرقى المستويات ولا سيما عبر تحسين البيئة المدرسية فضلا عن تماشي المدارس الجديدة مع مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب وأوضح أن كل مدرسة تتكون من مبنى واحد بالشكل العمودي مكون من أربع الطوابق بطاقة استيعابية تفوق ألف طالب مع توفير نظام تكييف مركزي وخدمة الإنترنت الواي فاي ومواصفات صديقة للبيئة إضافة إلى احتواء المبنى على أربعين فصلا دراسيا فضلا عن جميع المرافق الأساسية المزودة بأحدث التجهيزات والتقنيات كالمختبرات العلمية المتطورة والصالات متعددة الأغراض إلى جانب مرافق متكاملة لأعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية مع مراعاة جميع متطلبات الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة مشيدا الوزير بما تجده المسيرة التعليمية من دعم ومساندة من قيادة بلدنا العزيز يحفظها الله ورعاها هذه الجولة الهدف منها الاطلاع على استعدادات وزارة التربية والتعليم لبداية العام الدراسي الذي نأمل إن شاء الله تعالى أن يكون عاما موفقا لأبنائنا الطلبة سوف تستلم وزارة التربية والتعليم ثلاث مدارس جديدة متطورة جدا مزودة بكافة التجهيزات التي تساعد وزارة التربية والتعليم على الارتقاء بالمستوى التعليمي وكذلك تساعدها في الوقت نفسه على تنفيذ العديد من المشاريع التطورية هذه المدارس متطورة إضافة إلى المباني أيضا الأكاديمية الجديدة كل ذلك يؤكد ما تناله وزارة التربية والتعليم من قيادة بلدنا العزيز يحفظها الله ويرعاها ودعوها المستمر واللا محدود لمسيرة التربية والتعليم اشتركوا في القناة